صباح الخير طلاب الصف السابع اليوم رح يكون درسنا عن مبادئ التأريخ النسبي اللي هي بتحدد العمر النسبي للسخور الرسوبية كتير سهل هذا الدرس ممكن ما امر عليكم بالسنوات السابقة بس سهل كتير يعني مبادئ التأريخ النسبي هدول كتير كتير سهلين بس قبل ما نبدأ بهذا الدرس بدي نرجع بس لدرست اللي من زمن الجيولوجي بننبهكم بس عن نقطة اغلبكم كان غلطان لما اجيتوا حليتوا هذا السؤال اللي هو نرتب الكائنات الحية من الاقدم الى الاحداث اغلبكم كان مخربط بين الامونايت والديناصور نشوف هون عشان اعرف مين اقدم من مين هلأ انا عندي حقبة الحياة القديمة عندي الترايلوبيت السمك والخنشار او السرخ السياد اذا سألتك مين اقدم السمك ولا الخنشار اكد يكون جوابنا السمك لانه هذا السلم مقسم من الاقدام الى الاحداث طيب اذا اجينا لحقبة الحياة المتوسطة الديناصور اول بعدين عندي معرات البذور والامونايت كانوا بنفس الوقت بس الديناصور ظهر قبل الديناصور ظهر اول اشي وانتهى انتهت حياته في نهاية هاي الحقبة الامونايت ومعرات البذور بنفس الوقت بس الديناصور كان قبل لما اجي بدي ارتبهم اول اشي بدي تكون البكتيريا بدي تاخد رقم واحد اثنين ترايلوبيت تلاتة الديناصور اربعة الامونايت وخمسة الانسان سؤال تطوير المعرفة في ناس منكم بعثلي السؤال اجابته اني ممكن اجد حفورة اامونايت وترايلوبيت بنفس نوع الصخر اكيد لا لانه الامونايت والترايلوبيت كل واحد فيهم كان موجود بحقبة غير عن التانية طيب ممكن اجد احفورة مثلا ترايلوبيت وسمك بنفس الصخر اه ممكن لانهم كانوا بنفس حقبة الحياة لانهم حقبة الحياة القديمة كانوا بنفس حقبة الحياة اما مثلا ديناصور او مثلا ترايلوبيت وديناصور لا ولا يمكن الاقي على نفس الصخر احفورة لديناصور وترايلوبيت بنفس الوقت لانه كل واحد فيهم كان في حقبة هذا كل اشي بخص والترقيم اللي انا عملته بالفقرات اللي هون الترقيم اللي هون الترقيم ما بدل على الترتيب يعني هون مثلا الترقيم ما بدل على الترتيب الترقيم بدل ذكر بس أنا عملت لكم الترقيم هاد كذكر بس ما بدل على الترتيب مين أقدم من مين اللي بدل على الترتيب مين أقدم من مين هو هذا الجدول هذا كل إشي بخص درسنا المرة الماضية نبلش بدرس اليوم العمر النسبي للسخور الرسوبية بدي أعرف شو يعني بدي أنا أحدد العمر لصخور معينة بدي أشوف العلماء كيف بستطيع أنهم يحددوا عمر للصخرة يعني صخرة معينة يعرفوا إنها كم سنة إلها موجودة هلأ كلمة نسبي هون كلمة نسبي معناته أنا بدي أحدد عمر صخرة بالنسبة لصخرة تانية يعني لما نيجي نحدد أعمار نسبية ما رح نذكر أرقام ما في أرقام هون ما رح أحكي 39 مليون سنة 40 مليون سنة ما في أرقام هون تحديد العمر النسبي هو تحديد عمر صخرة أو طبقة صخرية بالنسبة لطبقة صخرية يعني أحدد مين الأقدم ومين الأحدث بس أعرف مين أقدم من مين يكون عندي طبقتين صخريات أعرف مين اللي تكونت قبل مين بس هذا هو التحديد العمر النسبي رح نحكي بعدين عن تحديد العمر اللي هو منذكر فيه أرقام هون ما رح نذكر أرقام بالتحديد العمر النسبي بس طبقات صخرية بالنسبة لطبقات صخرية أخرى رح نبدأ بأول مبدأ أول مبدأ اشتغلوا عليه العلماء اسمه مبدأ التعاقب الطبقي شو بيحكي لي هذا المبدأ راسم لي هو هون الطبقات الرسوبية كلكم تعرفوا أنه الصخور الرسوبية بتيجي على شكل طبقات بهذا الشكل وكل طبقة التركيب بتاع الصخر بختلف اللون بختلف السمك بختلف مثلا هاي سمكها أكبر من هاي هاي سمكها أكبر من هاي اللون بختلف نفس المواد اللي بتكونها الطبقة الصخرية بتختلف هيك طبيعة الصخور الرسوبية طيب لما آجي بدي أحدد أنا شو يعني مبدأ التعاقب الطبقي بدي أستخدمه لكي أحدد العمر النسبي للصخور الرسوبية طبعا هون مقسم لي الطبقات الصخرية لطبقات من 1 إلى 8 هذا المبدأ شو بيحكي لي؟ دائما الطبقات اللي في الأسفل هي الأقدم والطبقات اللي في الأعلى هي الأحدث يعني لما أحدد مثلا عمر الطبقة 3 3 هي أقدم من 4 وأحدث من 2 1 أقدم من 2 2 أقدم من 3 كل ما طلعت لفوق بروح للأحدث كل ما نزلت لتحت بروح للأقدم نزل للأعلى منروح إحنا للأحدث وإذا بنزل للأسفل بروح للأقدم دائما الطبقات الصخرية الأقدم بتكون في الأسفل والطبقات الصخرية الأحدث بتكون في الأعلى هذا مبدأ التعاقب الطبقي ناخد مثال مثلا برضو الطبقة خمسة مثلا إذا يجيت حكيت كم عمر الطبقة خمسة بالنسبة لستة بنحكي خمسة أقدم من ستة خمسة أقدم من ستة طب كم عمر الطبقة سبعة بالنسبة لتنين سبعة أحدث من اتنين فبس أنا بحدد مين أقدم ومين أحدث هيك أنا بكون حددت العمر النسبي للصخورة جسوبية واستعملت هذا المبدأ اللي هو مبدأ التعاقب الطبقي في الأسفل الأقدم وفي الأعلى هي الأحدث هاي بسألني أي الطبقات الظاهرة في الشكل هي الأحدث أحدث وحدة هي تمانية أيها الأقدم أقدم وحدة هي واحد طبعا هذا المنطقي لأنه طبقة واحد هي تشكلت أول وحدة بعدين اتنين بعدين ثلاثة بصير زي السلة متشكل فوق بعض الطبقات هاي فأكيد واحدة تشكلت قبل تمانية ما عمر الطبقة السادسة نسبة لعمر الطبقتين الخامسة والسابعة دعنا نحكي أقدم أم أحدث السادسة بالنسبة للخامسة هي أحدث بالنسبة للخامسة طيب السادسة بالنسبة للسابعة هي أقدم فحسب إيش الطبقة اللي أنا الطبقة هاي حددتها بس حسب بدي أقارنها بخمسة ولا أقارنها بسبعة إذا قارنتها بين خمسة بتصير هي أحدث من خمسة وإذا قارنتها بسبعة بتصير هي أقدم من سبعة هذا هو تحديد العمر النسبي للصخور باستخدام مبدأ التعاقب الطبقي كل بساطة شو شو كاتب لي هون إن الطبقة الأولى أقدم الطبقات الرسوبية في الشكل فهي أولى الطبقات التي ترسبت في الحوض وثلتها الطبقة الثانية التي ترسبت فوق الطبقة الأولى وهكذا بالنسبة لباقي الطبقات وإذا نظرنا إلى الطبقة السادسة فيمكننا الاستنتاج بأنها أحدث من الطبقة الخامسة وأقدم من الطبقة السابعة بهذا نكون قد حددنا العمر النسبي لهذه الطبقة المبدأ اللي استعملته هون هو مبدأ التعاقب الطبقي هذا أول مبدأ هاي كمان الرسمة عملي سهم للأعلى وكاتب لي الأحدث معناته أنا كل منزلت للأسفل بروح للأقدم هذا هو مبدأ التعاقب الطبقي أشوف المبدأ الثاني اللي استعملوا العلماء اسمه مبدأ تعاقب الحياة كلمة حياة هون لأنه في عندي علاقة مع كائنات حية طبعا هي الكائنات الحية اللي رح نحكي عنها هون مش رح يكون كائن حي بالظبط هي رح تكون أحفورة كائنات حية يعني هون إذا بيجوا الجيولوجيين وبوجدوا أنه في أحافير في الطبقات فبستطيعوا أنهم يعرفوا العمر النسبي للطبقة الرسوبية باستخدام الأحفورة اللي فيها يعني عمر الطبقة الرسوبية تشابه عمر الأحفورة اللي فيها شون هيك سموه مبدأ تعاقب الحياة لأنه في عندي هون أحافير لكائنات حية هون ما كان في عندي أحافير بس طبقات رسوبية فارغة فبحدد مين الأقدم ومين الأحدث حسب مين اللي أسفل ومين اللي أعلى بكل بساطة هون كيف بدي أعرف مين الأقدم ومين الأحدث بدي أرجع لسلم الزمن الجيولوجي اللي أخدناه الحصة الماضية لما أشوف في عندي طبقة صخرية فيها ديناصور وطبقة صخرية فيها ترايلوبيت بعرف أنا أنه الترايلوبيت أقدم من الديناصور معناته الطبقة الصخرية هاي لو سميتها أنا واحد بدها تكون هي الأقدم والطبقة الصخرية ثلاثة هي الأحدث طيب أمونايت وديناصور الديناصور حكينا هو قبل الأمونايت فهاي هي الأقدم واحدة بعطيها رقم واحد اللي بتيجي بعديها هي رقم اثنين اللي فيها ديناصور وآخر واحدة اللي فيها أمونايت كيف عرفت أنا كيف رتبتهم بهاي الطريقة حسب الأحفورة اللي موجودة فيها يعني عمر الطبقة الصخرية يشابه عمر الأحفورة اللي موجودة فيها مثلا لو وجدت أنا طبقة صخرية فيها ترايلوبيت وطبقة صخرية فيها سرخسيات فيها خنشار أحفورة خنشار مين الأقدم ومين الأحداث أكيد اللي فيها الترايلوبيت أقدم من اللي فيها خنشار طيب طبقة صخرية فيها أحفورة مثلا معرات البذور مع طبقة صخرية فيها نبات زهري أكيد المعرات البذور ده تكون أقدم من نبات الزهري فأنا بستطيع أن أحدد عمر الطبقة الصخرية حسب الأحفورة اللي موجودة فيها شو الشو كاتب لي هون يبين الشكل مجموعة من الطبقات الرسوبية التي تحتوي كل منها على أنوع معين من الأحافير قارن بين أعمار طبقات الصخور في الشكل معتمدا على نوع الأحافير الموجودة فيها هنا عملنا المقارنة يماثل عمر الطبقات الصخور عمر الأحافير الموجودة فيها عمر الطبقة الصخرية هو نفس عمر الأحفورة اللي موجودة فيها هذا يعني أن كل طبقة أو مجموعة من الطبقات في الصخور الرسوبية تمثل مدة زمنية معينة وتمتاز الطبقات باحتوائها على أحافير محددة من الكائنات الحية التي عاشت في تلك المدة تميزت عن الطبقات التي تكون فوقها وعن الطبقات التي تقع تحتها لذا فإنه يمكن تحديد العمر النسبي للطبقات الرسوبية بمقارنة نوع الأحافير الموجودة فيها لما أجد فيه عندي أحافير المبدأ اللي بكون أنا استعملته هو مبدأ تعاقب الحياة إذا ما فيه عندي أحافير بكون أنا استخدمت المبدأ الأول اللي هو مبدأ التعاقب الطبقي هاي بكل بساطة مبدأ التعاقب الطبقي على ترتيب الطبقات مبدأ تعاقب الحياة بيجي على نوع الأحفورة اللي موجودة في الطبقة الصخرية مش شرط يكونوا مترتبين عمودي بهذا الشكل المرات يقارنوا طبقة صخرية موجودة في منطقة مع عمرها مع طبقة صخرية موجودة في منطقة ثانية هاي وجدوا فيها أحفورة وهي وجدوا فيها أحفورة فبعرفوا مين أقدم من مين حسب نوع الأحفورة الموجودة فيها نيجي لمبدأ القاطع والمقطوع مبدأ القاطع والمقطوع برضو كتير سهل في عندي هون رح أدخل مبدأ تعاقب الطبقي مع القاطع والمقتوى في عندي هون طبعا القاطع اللي هو اندفاع ناري بهذا الشكل هلأ احنا هدول عبارة عن صخور رسوبية وطبقات رسوبية تكون هون عندي طبقات رسوبية لما يندفع فيها صخر ناري وفي عندنا مش صخور نارية وفي عندنا أخدتوهم هدول صخور رسوبية كل الطبقات هاي اللي بتيجي على هذا الشكل هي صخور رسوبية مرات بجدوا بالترتيب الصخري اندفاع ناري بيكون موجود زي كأنه يعني بركان صار بعد ما ترتبت الطبقات هاي فهذا المبدأ شو بيحكيلي طبعا هذا هو القاطع هاي طبقة القاطع وهون طبقة المقطوع هذا المبدأ دائما بيحكيلي القاطع أحدث من المقطوع يعني القاطع هو اللي صار آخر إشي هذا الأحدث دائما وهذا الأقدم منطقيا لو اجينا فكرنا فيها أكيد الطبقات الصخرية تكونت أولا طبقات الصخرية تكونت أولا وبعدين صار الاندفاع الناري مستحيل يكون صار الاندفاع الناري وضلوا هيك لحاله وبعدين تكونت الطبقات الصخرية هيك منطقيا فهذا المبدأ ماشي على هاي الفكرة الطبقات الصخرية تكونت أولا اللي هي المقطوع بعدين صار الاندفاع الناري اللي هو البركان اللي حدث في هاي المنطقة فدائما الطبقة تاعت القاطع هي بتكون أحدث أحدث طبقة بالطبقات اللي موجودة هون طبعا هون بيحكيلي إنه القاطع مش دائما بيكون قاطع ناري مرات بيكون على شكل صدع شو يعني صدع صدع يعني كسر بحدث بالطبقات الكسر هاد أو الصدع سببه زلزال هون القاطع الناري هاد قاطع الناري سببه بركان فدائما القاطع سواء كان ناري أو كان الصدع كسر في الطبقات دائما بيكون هو أحدث أحدث إشي حدث في هذه المنطقة يعني بتكون تكونت الطبقات الصخرية وبعدين صار الزلزال فصار الكسر هاد أو الصدع اللي موجود هون نشوف شو كاتب لي أول إشي طالب مني أرتب الطبقات في الشكل ألف حسب عمرها النسبي بعدين ما العمر النسبي للقاطع الناري والصدع فسر إجابتك هاد رح أترك لكم إياه واجب عشان أتأكد إنكم فهمتوا كل إشي ويريت أي حدا عنده أي استفسار أو أي سؤال يبعت لي شو شو كاتب لي هون لاحظ أن العمر النسبي للطبقات في الشكل ألف يتبع ترتيبها من أسفل إلى أعلى هون حسب المبدأ اللي هو التعاقب الطبقي اللي أخدناه بالأول بحكي عن الصورة ألف هون الصورة ألف ما في عندي ولا إشي فهون بتبع مبدأ التعاقب الطبقي بس بعدين حيث تمثل الطبقة الأولى أقدمها والطبقة السابعة أحدثها عمرا هاد حكينا عنه بمبدأ التعاقب الطبقي أما القاطع الناري والصدع في الشكلين باو جيم هاي القاطع الناري وهي الصدع وهي الشكل باو وهي الشكل جيم فهما أحدث من المقطوع وهي الطبقات التي تم قطعها ويسمى هذا المبدأ مبدأ القاطع والمقطوع فمبدأ القاطع والمقطوع دائما شو بحكي لي؟ بحكي لي أنه القاطع هو الأحدث نرد نرجع سريع وجدت طبقات صخرية خالية من الأحافير كيف برتب عمر الطبقات الرسوبية؟ الأسفل هو الأقدم والأعلى هو الأحدث طيب وجدت طبقات رسوبية فيها أحافير كيف برتب أعمارها؟ برتب أعمارها حسب عمر الأحفورة الموجودة فيها عمر الأحفورة يساوي عمر الطبقة الصخرية فمن عمر الأحفورة بقدر أعرف مين أقدم ومين أحدث رح نرجع نذكر أنه إحنا منعمل عمر نسبي للصخور يعني عمر صخرة بالنسبة لصخرة فما منحكي أرقام هون منحكي عمر صخرة بالنسبة لصخرة مين أقدم ومين أحدث الآن آخر مبدأ أخدناه طبعا هو فيه مبدأ رابع بس ما رح نشرحه اليوم رح نأجله للمرة الجاي تأكد أنه الثلاث مبادئ هدول أنتوا فاهمينهم مية بالمية ما عندكم فيهم مشاكل بعدين بشرح لكم مبدأ المضاهر المرة الجاي مبدأ القاطع والمقطوع لهو إذا أنا وجدت قاطع بقطع الترتيب الصخري اللي موجود عندي سواء كان قاطع ناري أو صدع يعني بركان أو زلزال صار في المنطقة دائما القاطع بيكون هو الأحدث يعني نبدأ بالطبقات الصخرية اللي موجودة وآخر إشي حدث في هذه المنطقة هو القاطع رح أطلب منكم بس تحلولي هدول السؤالين هدول السؤالين تبعتولي الجواب ما أكثر عليكم واجبات عشان بعرف أنه عندكم تحنات وهيك فحلولي هدول السؤالين وبعتولي الإجابة رح أترككم تحلوا يعني رحكون معاكم نهاية آخر موعد لتسليم الواجب بكرة الساعة 8 المساء وإي حد عنده أي استفسار ياريتي باتلي وشكرا ترجمة نانسي قنقر